حبيبكم عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية أحببت أن أبلغكم هذه الآية اليوم لأنها آية مهمة أنا من الآيات التي أحبها أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة يبسط أي يرزق بكثرة يعطي الملايين المليارات ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفذ خزائنه ويقدر أن يضيق تجد إنسان يضيق رزقه لا يدري ما يفعل من أين يأتي الرزق لا يفعل رزقه ضيق يقدر عليه أن يضيق هذا الرزق هناك إنسان لا يعمل وتجد معه المليارات وإنسان يعمل ليلا نهارا وتجد أن لديه القليل جدا من المال لا يكاد يشبع ما هذه الآية العظيمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولكن هذا الرزق أيها الأحبة لو كان فيه خير هذا المال لو كان فيه خير دائما لأعطاه الله للحبيب عليه الصلاة والسلام لجعله من الأغنياء لآتاه القصور والكنوز والأموال لا الله يريد الآخرة لا يريد الدنيا ولكن عندما يحب عبدا يضيق هذا الرزق ليجتهد هذا العبد بالدعاء ليكثر من الدعاء ليكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب إذا كان رزقك ضيق نصيحة احفظ هذه الآية كررها سبع مرات مع يقينك الكامل وثقتك الكامل أن الله سيرزقك ولكن في الوقت الذي هو يختاره وبالكمية التي هو يحددها لأن الله يعلم مصلحتك أكثر منك اقرأ هذه الآية واحفظها رجاء وكررها أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم